وتنضم إلينا شبكة مراسلين من بورسعيد نضم إلينا مراسلنا كريم الشيخ كذلك ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا محمد عاطف إذن محمد كيف يحيي المصريون الذكرى الخامسة لثورة يونيو في القاهرة وكيف تتفاعل مع هذه الذكرى الأوساط الشعبية والحزبية يعني هناك طبعا مظاهر احتفالية في أكثر من مكان المتاحف الأثرية المصرية فتحت بالمجان للجمهور والمواطنين المصريين وبالتالي بالفعل هناك إقبال شديد على تلك المتاحف لزيارتها في هذا اليوم ومن أهم هذه المتاحف طبعا المتحف المصري وكثير من المتاحف الأثرية والإسلامية والقبطية المفتوحة بالمجان اليوم أمام زائرية هناك أيضا المتنزهات العامة والمتنزهات النارية التي أيضا فتحت أبوابها اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو بالمجان أمام المواطنين لكن الرحلات النهرية خفضت قيمة تزاكرها إلى خمسين في الماء أيضا بمناسبة هذا اليوم هذه هي بعض المناطق بالإضافة إلى ذلك هناك احتفاليات سوف تقام بعد ساعات قليلة من الآن في مناطق عدة منها تقيم وزارة الشباب والرياضة احتفالية قبرى بالإضافة إلى احتفالات في ميدان رئيسية وأهمة نسل ميدان عابدين وميدان روكسي في مصر الجديدة وميدان أخرى في محافظات أخرى حيث تدشم بعض القوى السياسية والجماهير احتفالية كبيرة لهذا اليوم واحتفالا بذكرى خروج المصريين بالملايين لإنقاذ بلدهم من جماعة كانت تريد أن تختطف الدولة وتذهب بها إلى مصارات وسيناريوهات كادت أن تدمر الدولة المصرية وبالتالي المصريون شعبا اليوم يحتفلون ويهتفون بثورة الثلاثين من يونيو في الميدان وفي المناطق المفتوحة للاحتفال سواء المتاحف أو المتنزهات العامة هناك أيضا إجراءات تأمينية مشددة لتأمين هذه المظار الاحتفالية من قبل الجهود الأمنية هذه المظار تمثلت في أقوال أمنية تسير في الشوارع والطرقات وأيضا تمثلت في نقاط تمركز في مناطق حيوية وتأمين الأهداف الاستراتيجية سواء في الداخل أو المناطق الحدودية هناك حالة استنفار كبرى أمنية في البلاد لتأمين المظار بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا رفع حالة الاستعداد القصوى في الإسعافات لتأمين أيضا المتظاهرين نبقى معنا محمد عاطف من القاهرة نذهب إلى بورسعيد إلى مراسلنا هناك كريم الشيخ إذن ماذا عن بورسعيد كريم كيف يستذكر المصريون ما حصل وما جرى قبل خمس سنوات محافظة بورسعيد هي واحدة من المحافظات الرئيسية التي دعت لثورة 30 من يونيو هذه المحافظة هي أول من قامت بعصيان مدني في يناير 2013 وبالتالي هي من المحافظات الرئيسية التي تحتفل بذكرى ثورة 30 من يونيو هذه المحافظة إذا كان مبنى محافظة بورسعيد يقوم بإذاعة الأغاني الوطنية عبر إذاعة الداخلية فإن هناك أيضا احتفالات شعبية على مدار اليوم ستبدأ في المساء هنا في محافظة بورسعيد في معظم المراكز الشباب وعدد آخر من الميادين أيضا محافظة بورسعيد تقوم بحالة تمشيد أمني في معظم الشوارع المحيطة بالمحطات الرئيسية سواء هيئات قضائية أو وحدات تابعة للجيش المصري أو حتى مبنى محافظة بورسعيد وأيضا الشوارع الرئيسية بهذه المحافظة هذا الميدان الذي يجاور محافظة بورسعيد إذا كان للكاميرا أن ترصده لنا هذا الميدان هو واحد من أو شاهد على ثورة 30 من يونيو منذ اندلعها اندلع ثورة 30 من يونيو في محافظة بورسعيد قبل القاهرة ومعظم المحافظات المصرية بداية من يوم 28 من يونيو عندما حدثت اشتباكات بين المواطنين هنا في محافظة بورسعيد وبين أعضاء عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي هنا في هذه المحافظة على إثر هذه الاشتباكات انفجرت قنبلة بداية صنع في أبناء محافظة بورسعيد هذه القنبلة أدت إلى استشهاد صحفي مصري وإصابة العشرات من المواطنين ثم تلى هذا الاحتجاج عدد من الاحتجاجات الأخرى حتى وصلت إلى 30 من يونيو أيضا هذه المحافظة هي واحدة من المحافظات التي استفادت بعد ثورة 30 من يونيو بعدد من الإنجازات كمنطقة قناة السويس الجديدة وهذه المنطقة تخدم هذه المحافظة أيضا في فتاح الكبري العائم الرابط بين بورسعيد وبورفؤاد وعدد آخر من الإنجازات التي تمت على مدار الخمس سنوات الماضية نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل كريم الشيخ مراسل الغد كنت معنا من بورسعيد كذلك نشكر مراسلنا في القاهرة محمد عطف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة